وبنسبة التدعمات علشان بس في ناس بتشكك في موضوع التدعمات وبتتكلم عن موضوع تدعمات النادي الاهلي وبتحاول تسوى العلاقة وتدوس في الحتة ديت علشان جماهير النادي الاهلي تنقالب على موضوع تدعمات النادي الاهلي في الفترة ديت أولا التدعمات ديت ليها استراتيجية وليها فلسفة طول عمرنا في النادي الاهلي ماشينا على النظام دو أولا في جهة مسؤولة هي اللي بتحدد معايير لاختيار الصفقات أو التدعيمات كل سنة بيحصل كده في الموسم الصيفي وموسم الشتو فالحتة دي في لجنة مسؤولة في جهاز فني مسؤول وهم بيقول لهم حق الاختيار تاني حاجة الفلسفة بتاعت التدعيمات انت بيبع عندك نواقص في بعض الأماكن عايز تشغلها فبتجيب في الحتة دي أنا محتاج واحد في الحتة دي أنا عندي دكة عايز تبقى قوية عايز يكون البودلة على نفس المستوى داخلة من ضمن الفلسفة عندي بطولات كتير جدا 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 الفترة اللي جاية محتاج لعيبة تكون على نفس المستوى كله حيلعب خلي بالكم خلي بالحضراتكم الفترة اللي جاية فيها كمية مباريات وضغط على النادي الأهلي لا توصف زي سنتين اللي فاتوا فانت محتاج محتاج لعيبة ولعيبة على نفس المستوى بتاع الأساسين اللي بيلعبوا ثالث حاجة في بعض الأحيان انت عايز تخلق جوه من المنافسة فبتجيب بلعيبة برضو لعيبة على نفس المستوى وعلى قدر المسؤولية اللي حيشيلها لما يلبس فنيلة النادي الأهلي مش أي حد يلعب في النادي الأهلي فيبقى فيه نظرة معينة فالكلام ده أولا وأخيرا مدير فني وجهها مسؤولة أو لجنة مسؤولة في النادي الأهلي ما فيش حد يشككك في تدعمات الفريق أو التدعمات اللي بيعملها النادي الأهلي اليومين دول كل التوفيق لكل العيبة النادي الأهلي والتدعمات الجديدة ان شاء الله يخشوا وينصاروا مع الفريق وزي ما شفنا على كده حضراتكم النهاردة أهم السلاسي الجديد دخل مع الفريق وكأنهم أبناء النادي وبقالهم فترة كبيرة مع الفريق وهو ده النادي الأهلي يتمنى التوفيق النادي الأهلي يمكن فاروق قال إن إحنا ما بنبصش لحد آه فعلا نبصش لحد إنما لازم نستغل لازم نستغل تعصر المنفسين إحنا سكتنا واحدة المكسب ولكن تعصر المنفسين ومكسبك أنت يفرق معك كتير قوي 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 خصوصا الفترات اللي جاية نتمنى التوفيق النادي الأهلي إن شاء الله الفترة اللي جاية بإذن الله مزيد من صراط ومزيد من البطولات بإذن الله رب العالمين